الأمر الثاني اللي كنت نبقي نتكلم عنه هي قضية الهجوم اللي يضرك متين عبر التصريحات بيغام في جنيف واللي أثارت هجمة كبيرة أود أن أنبه على بعض النقاط حول هذا الأمر أولاً ساقوا ما نهجمه الهجوم في ليل والعيب في ليل ساقوا ما نهجمه على بيرام في عدة نقاط لا بد أن نفكره فيها لماذا بيرامول لديه اللعبي يتم دائماً يعين وينقام عليه وشفنا مظاهرات هون عشرات الآلاف وتصريحات الجميع الأحزاب السياسية يعني تعبئة عامة وهجمة رهيبة في الانترنت ويتم شعبيته لا تنزال هذا سؤال هذا سؤال يالتكم تفكروا فيه معنى فيه خلل معنى فيه الناس ذي الدعاية وذي الهجوم ما هو قانعهم هذا هو ليالا يفكر فيه لماذا يحدث هذا أود أن أضرب لكم مثل ذي النوع من الممارسات سبق أن حدث في السودان في السودان زي ما عمر حسن البشير كان بتعبئة ضده الجنوب وهل جنوب العلمكم جنوب السودان بقيادة قرنق ما كانوا دوره في البداية الانفصال ما كان من البرامج وكانوا دوره مجموعة من الإصلاحات السياسية والإصلاحات الاقتصادية والحضرة في الثروة وفي السلطة يقال الحكم العسكري اللي كان موجود ما هو قام مستعد يحضر للشمال قام حكم استبدادي فما بالو كالجنوب وحاز عليه التعبئة قام بعمليات تعبئة ضدهم وتخوينهم وحادثت حرب حرب مسلحة أنا أتذكر في تلفزيون السودان شنغان وخرصوا حوالي تقريباً عشرين سنة أو أكثر من عشرين سنة كل الليل يأخذون برامج عن الناس المتطوع الشباب المتطوع للقتال في الجنوب واللي شو هداءهم قالوا همه واللي ماتوا فهذا ومشى شعب الشمالي كامل مشمعه مع الحكومة السودانية يقرر فيه مشكلة أنه الجنوب ذي الدعاية اللي متباركين معيه للشمال ما اقتنعوا به وفيه مشكلة أطمنها أن المجتمع الدولي أيدا ما اقتنع معناه أنه عاد شمن الكلام بينه للشمال يتبادلوا وطبعاً ما مسموح بالرأي الآخر بسبب النظام الديكتاتوري كتوف ومدت تعالى طول أخرين يجاوبوها صحابها والشمال ولا ينبيدوهم ولا ينعدلوهم ولا ينفرقوهم هذا ما خلق الله في الجنوب واحده خلق أمه اللي في دار فور دار فور فيه شعبين قالوا الفور وعنده ياسم المظالم وياسم المشاكل مع جيرانه اللي هما معظمهم عرب أو الجن جويد اللي يقولوله كتوف وهذه المطالب ما ليش عادلوا لا طلصوا عليهم الجن جويد يكتلوا والتخوين والعياط وقام الأحساس وخالق وخالق وطبعاً الشعب الشعب خالق اللي رأي واحد هو المسموح به ومتوفوا الإذاعات والتلفزات الليل والنهار في عمليات التعبية ضد الفور وخلقة مذابح فضيعة يقر اللي شي نقال له اللي يطرى شنو الجنوب طار هو وبترول والثروة اللي في إيه وذكامل والفور عقب السوادنا فرض عليهم يعترفوا بالجرائي ورائهم ضرك لا يحاكم عمر حسن البشير محكمة العدل الدولي على الجريمة البشعة اللي عدى في دار فور هو اللي معاه هذا الصراخ اللي أثاد بيشنه الصراخ اللي ما يقنع الفور ولا يقنع الجنوبيين أه يقنع الله المجموعة لوحده ولا يقنع المجتمع الدولي اللي في أيده مصائر العالم وقادر علي أثر على ذا المسار هذا فائده شنو هذا فائده شنو هذا هذا اللي يخلق مرعب ومرعب أن يشوفوه يتكرر 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 حد ما استفاد من تجارب الناس الأخرى ما هو لا احنا الفرق بين الإنسان والحيوان إن الإنسان عنده القدرة على التعلم من غيره ما هو مستعد يريده في النار إياك ينحرك وله بالضرورة يقوم باسمه يقوم أنه يرصف من عمارة إياك يشوف يكاله لا ينعطب والله بداي يتعلم من غيره ويتعلم من تجارب بالشعوب والحضارات أما أنت مكرر نفس الأخطاء إحنا بيرامي لا استمرين في الصراخ 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 ذو الناس اللي مأيدين وهل يسيؤثر عليهم شفنا المرات الماضية ما أثر عليهم والمجتمع الدولي ما أثر عليهم موريتان وللأسف تصنيفها سيئ في قضايا الحقوقية والأمم المتحدة هي أكبر هيئة عالمية ذا السيدة اللي نقاله بيرام واللعبي تتفاعل معاه وحبستهون جمع بعوث من الأمم المتحدة وعطى تحذيرات خطرة وعقب انطلاص وراها يا جماعة الخير هناك ناس تستفيد من هذا الشقاق هناك ناس تستفيد من هذا اللي يخلق أنا لاحظت ملاحظة غريبة كل ما يعتدل بيرام وكل ما يخفف من نبرته لا بدهم تخلق كارثة إياك من شديد يثيروا غضبه ويثيروا المشاكل معاه من شديد أنا نتفهم هذا الشيء قال له نتفهم هذا في مرحلة محمد عبد العزيز اللي يحاول يفرق المجتمع إياك يبقى هو إياك يمثل نفسه كحامل البيضان وطبعا هناك جماعات مستفيدة من هذا الشقاق أنا نختير نسولكم إذين تقود المعارضة الموريتانية بأطيافها كاملة سواء منها أي نوع منها قاعد على طابلة واحدة وتناقش هذو الناس الملوثين بالنفاق هذو الناس اللي صركوا وانفضحوا ونافقوا وتزيلاتهم موجودة بالصوت والصورة إيش لا يقود الشيء قال له وضعهم إيش لا يتعود حالتهم طبعا لا يتعود حالتهم سيئ بيقول لي لا قيمة له في جو ديمقراطي طبيعي لا قيمة له هذو الناس هم اللي قيموا الشيء قال له دائما يدوروا يفصلوا الحاكم عن السياسيين الآخرين إياك أش إياك يبقى لهم لين يبقى لهم وحدهم ويخلق الصراع الخطير يعودهم لهم فائدة بهم اللي هما كالكلب العقوري تموا ينطلصوا ينبحوا تموا يعضولوا ذا ويعضولوا ذا ويعيبوا ويقوموا بدور مثلا اللي برد الأخلاق للنظام في الآخرين وبالتالي تعود عندهم مكانة ويجبروا على مرتوى وظائف هذي ناس تستفيد من هذا الشقاق الشيء الآخر اللي لابد أن نفكره فيه أنت لين تظلم إنسان ما لك لين تتحكم فردة فعله رجاء أنا لين ظلمك يقير لا لحد معين رد علي لا لأ بحد معين هذا ما هو منطق هذا ما هو منطق ما يقدر يعود ما يقدر يعود ما يقدر يعود ظلم ظلم حسب تتوقع ردة الفعل لا حسب حد معين في نظرية في علم النفس يقولها نظرية التغذية المرتجعة التغذية المرتجعة هذه كالتالي واحد عنده فكرة سيئة عن الآخر لين يجيه كالشرفي ذاك الثاني لا يشوف التكشيرة لين يشوف التكشيرة يقول ذا منادم ما يقدر لي اللين يقول ذا منادم ما يقدر لي ويكرهني لا يكشار فيه يقوم ذاك لول اللي كان عنده النمنادم سيئ يقول فعلا ذا منادم مكسور عمر يقوم يقوله كلمة ما هي مؤدبة يقوم يقوله ذاك الكلمة ما هي مؤدبة يقوم ذاك ويقوله كلمة أطم منها يقوم ذاكو يا خبطو بن عالتو يقوم ذاكو يا خبطو بحجرة يقوم ذاكو يرصف يا خنقو يقوم ذاكو يسلمن البنتو موسو يدقو هذه نقال التغذية المرتجعة الدائرة المغلقة للتغذية المرتجعة يتم كل خاسر يردب خاسرة كبار منه خاسرة كبار منه خاسرة كبار منه هذا ما يؤدي لشي هذا ما هو شي نقال له ما هو حل يجب دائما أمام ذا نوع من الأشياء يجب أن نحكم العقل يجب أن نفكره بيرام عنده مظالم ومن أكبر مظالمه قضية الشي نقال له الحزب والمنظمة ما معقول نشوي باتن واكشو اللي ما يكره حديدة ولا يعد له أي عمل كلهم عندها منظمة نعرف منهم المئات اللي عنده منظمة ويعود بيرام ولده ولا أبيد ما ينعطاه له منظمة ما معقول أنه يعود الحزاب السياسية هون عند الأفاقين والمهرجين وإذا كامل كلهم عنده حزب سياسي وبيرام ولده والأبيد ينكرد عنه حزب سياسي بيرام ولأبيد لين خلقت الانتخابات وأنا نعرف خفايا ولذا هو الوقت الرد موريتان كانت لفسها تحترق في ناس فيه جهات كانت متباركة مع تقدي النار الدور الوضع السياسي يلحق الحد والأخصى الصدام يخلك بيرام رفضه وطالب حد كامل يسمع أنه يخلي عنه الصدامات وأنه يلتزم مكان رغم هذا كامل وحسب معلوماتي أنه كانت عنده عود من شهاد من السلطة الموريتانية أنهم لا يحلونه مشكلة حزبه ويحلونه مشكلة هذا ذلك ما يعدل له إذن ما يعدل وينفعل نقول كلام في القرآن الكريم إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا لمن ظلم القرآن الكريم ما هو كلامي أنا معناها إنصاف إنصاف الناس ضروري إلينا رقاش يرد المظلمة أو ما يعتبره مظلمة ويقول منطق أنه مظلمة يالتنا لا نحاول نحله ما نحاول نقدو النار لا قيمة له هذا العبث واحدين يقولوا لك هابيران ما هو مسؤول به اللي قبض نهج ماندلا ويعود راشل رزين وكيس ولا يظلم ماندلا ماندلا قطعد المنظمة للقتل والإرهاب والتفجير ذا هو اللي ينكرد على ملته إن قالها منظمة تسهم الأمة وطردوها هل لا إنسي بهم اللي قالوا إنه ما بين عنه وقالوا إنه لا بداله من العنف وانقبض شي نقال له ونسجن عليه للسجن الطويل بذيته هنا وخلقت عمليات قتل وخلقت عمليات تفجير ولكن بعدين فات خلق ذا كامل فهموا البيض وفهموا السود إنه ما هو حل المشكلة خلونا نفتحوا صفحة جديدة خلونا نفتحوا صفحة جديدة وذا لا ينفي عظمة ماندلا ولا ينفي التضحيات العظيمة يقير ملي نقراه التاريخ ساك ما نتكلب ماندلا اللي قدل التفجيرات وقتل الناس البيض مدوا لويدهم ماهوا على كلمات عدل شي أخطر من الكلام وأخطر من العياط عدل قتل بذاته وإسالة الدماء معذن فتحت صفحة جديدة وذاللي كانوا خايفين منه عنصرين جنوب أفريقيا خلق عكسه انزادت الاقتصاد بأضعاف مضاعف وعادة الشركات البيض اللي الدي برس لتلماس ومتن لتلاتصالات عادة حكومة جنوب أفريقيا تتمدد بهم وما ياسر منهم أسهمهم للبيض عادة يتمدوا في أفريقيا كسوق خاص بهم استفادوا من الشيء نقال استفادوا يالتنا نفهم رواية مهمة نحن ظهر عمنا قاس وهذه الثروة رغم ما فيها من فوائد لها أيضا من المخاطر نيجيريا اللي انجبرت الغاز والبطرن بكميات كبيرة ظهرت فيها حرب بيافرة قامت فيها حرب بيافرة ودخلت القوى الأجنبية الأماكن اللي انجبرت فيها الغاز والبطرول كانت أماكن فيها قومية الإيبو وخلقت حرب أهلية ودعموا شين قالوا الجهات الأجنبية كلهم اقبض جناح يدعموا إياك الغاز هذا يستفيد منه حرب الكونغو برازافي فاتخلت فيها حرب أهلية وكانت في الحقيقة هي الصراع ما بين الشركات الأمريكية والشركات الفرنسية على نفط الكونغو برازافي وماتت فيها مئات ألاف الأرواح زائر مات فيها قرابة خمسة مليون ما هي في البطرنية في أشياء أخرى في الكوبالت والماس والخشب والذهب والبلاتين والثروات اللي كبيرة فيها خمسة مليون قتيل هذه الثروة جابت لها خمسة مليون قتيل العراق حربه هذي ومأساته اللي متكررة سببها الحقيقي البترول عندهم بترول هذا البترول لعنة أحيانا يكون لعنة يليم ما تتكايس الناس ويعود لعنة به اللي كل حد يختير يقبض منه قطعة وكل حد يدور يقصي لأخر ليبيا نفس الشيء ليبيا ذا اللي تراعوا فيها كل دولة جاية تدعم جناح وكل حد هذا يمول جيهة وهذا كامل على ثروة شين قالوا البترول اللي موجود في ليبيا الغاز والبترول مواد سريعة الاشتعال ولا يلا نظلوا نقضحوا شرارات الحقد والغضب وعدم الإنصاف خلونا يا جماعة الخير احنا وطن واحد ووطن رافدنا كاملين ثرواته رافدنا كاملين أكثر منا كاملين ينتقسموهم بالعادل ونشتقلو وإحنا إخوة ما فينا اللي ما يجمعوا دم ولا فينا ما يجمعوا تاريخ مشترك وياسر اللي يجمعنا أكثر ملي فرقنا خلونا نحصنوا بلدنا بالعادل وبالمساواة وبالمحبة وبالخير